طالحة هناك من يقول أن المهاجرين الأفارقة جنوب الصحراء كانت في البداية ربما تصور ديالهم عبور في المغرب ولكن تحول إلى استقرار كيف ذلك؟ هل قاب لهم المقام هنا؟ نعم أستحضر قولة قالها فيليبي جونثاليس رئيس الحكومة الإسبانية الأسبق قال لو كنت في سن هؤلاء الشباب وكانت بلادي تنعدم فيها جميع الخدمات وجميع ظروف العيش الكريمة لحاولت مرة تلو أخرى أن أعبر البحر الأبذ المتوسط فهم حتى في بقائهم ووصولهم إلى المغرب وعندما وجدوا بأن الأمور ربما تكون فيها صعوبة وكما أقول بأنه ركوب قوارب الموت من أجل الحياة اللهم ربع حياة أو نصف حياة أو حياة تسول في المغرب عوض أن يتحول إلى جثة في البحر الأبذ المتوسط أو يعود إلى حيث الفقر المدقع والظروف الصعبة التي عاشها هناك الحلم جزء من الحياة هو عندما خرج من قريته في أي دولة من دول الأفريقية جنوب الصحراء معه حلم أن يعيش فيها رخاء وفيها كذا وفيها كذا حياة كريمة مسألة أخرى يجب أن لا ننسى هذه وهي الدولة الأوروبي دكتورة أتفضل على إشار إلى أن مسألة المستعمر هؤلاء الأوروبيون من الذي وجه لهم دعوة ليأتوا إلى بلداننا ويقيموا فيها بالسنوات الطوال نصف قرن وأربعين عام كل هذه الدول الأفريقية قاموا بها أنا على يقين لم توجه لهم أي قبيلة أو شعب أفريقي الدعوة ليقيموا بين ظهرانينا هذه القرون إذن لديهم مسؤولية على الأقل يدفع سمن الضيافة عندما استضفناهم في بلداننا وأصبح حكام لنا سمن الضيافة هو في تعليم هؤلاء الشباب في تدريب هؤلاء الشباب في محاولة لاستيعابهم أمريكا أمريكا الولايات المتحدة الأمريكية بنيت من طرف المهاجرين أساسا دولة مهاجرين ووصلت بها الأمر تصالحت مع نفسها أن مهاجر كيني من أبن كيني لا يحمل حتى الإقامة في أمريكا أصبح رئيسا الولايات المتحدة الأمريكية طيب أستاذ شكدالي ربما هناك هذا الموضوع دين انفتاح المغرب على هذه الثقافات الأفريقية جنوب الصحراء يتطلب الأمر رفع تحديات لمواجهة وتأطير هذا الموضوع كيف ترى هذه الأمر؟ أعتقد يجب أن نميز بين الانفتاح السياسي الحاصل الآن من أعلى سلطة في البلد طبعا والانفتاح الاجتماعي بالمعنى التتاقف بمعنى التلاقح التقافي أنا سأتحدث في هذا الشيق التالي أكيد وهو موضوعنا طبعا هذا الشيق التالي يعرف مجموعة من التبدبدوبات بمعنى لا يمكن أن نتحدث عن انفتاح بالمرة لأن دائما ما نسمع هناك صراعات مؤخرا في الضر البيضاء ما بين الجالية الشباب الأفريقى في طانجة وفي مدن أخرى هناك هذا الصراع بمعنى أن هذا الانفتاح في طور التشكل لا يمكن أن نتحدث عن انفتاح بالمرة إذن أخذ الحضر والحطاء يعني بهذا الانفتاح ونلاحظ في مدن مغربية متفرقة هناك من يقوم بتشغيل هؤلاء الشباب من جنوب الصحراء بمعنى هناك قبول هناك استقطاب ليس استقطاب بمعنى تعاطف وانفتاح يمكن أن نقول في الرباط في الضر البداء يشتغلون في المقاهي في مدن كتنجة لم أرى ذلك بمعنى أن حتى لانفتاح درجات متعددة وفي بعض الحالات نتحدث عن هؤلاء الشباب وكأنهم من جنسية واحدة وكأنهم من بلد واحد مع العلم بأن حينما تحدث عن بلد هناك اختلافات دقيقة على المستوى التقافي ما بين واحد من أصول دولة جنوب الصحراء داد ديانة مسلمة والآخر مسيحية أو شيء من هذا القبيل بمعنى الانفتاح لا يمكن أن يكون مادمة التصورات النمطية على المستوى التقافي نجعل الكل وكي نبع التصورات النمطية التي نخذها بتفسير وبما حاضرة بقوة طبعا لأننا نتعامل مع الكل وكأن الأمر يتعلق بسلة واحدة ولذلك فأنا أعتقد لأن الانفتاح التقافي وإن كان من المكونات التقافي المغربية البعد الإفريقي البعد الجنزي الإفريقي بمعنى حاضر في هذه التقافي أما ما يحصل الآن فليكون هناك انفتاح تقافي لا بد من دور الفاعل الاجتماعي بمعنى لا بد من تحسيس تدخل المجتمع المدني تدخل المدني بمعنى لا يصح أنا في اعتقادي أن تحدث عن انفتاح بالمطلق وإنما قد نقول هناك انفتاح سياسي خصوص أطير خصوص أطير